جملة كده هقوله لك بنفس الطريقة والسوريو بدأ يقول صح؟ بينطق بينطق بدأ ينطق حلوة دي حسيت النهارده متفرج على المباراة و أداء نادي الزمالك المباراة دي أول مباراة الماضية تصورين على الكوانية خلينا صراحة هو الراجل كوي طبعاً سيفي جامد جداً قوي جداً يعني هو عايز وبيعافر وشغال وعنده ميزة لابة مكتهد جداً يعني أنا حتى العيبة في العيبة بتقولي لأ مكتحد جداً جداً وعنده فلسفة عنده اسلوب عايز يتطبقه وبس محتاج وقت هو محتاج وقت وكواليتي إضافة مع الموجود نهو غزب عنه هيستدم شوية بها عنده شوية استخدامات شوية في الكواليتي يعني كواليتي اللعبين اللي موجودين هو عايز محتاج 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 عشان طبع فكره طبع السؤال دي كنت أسهر لك في الآخر خالص بس ببيني أنك إنت كنت موجود في نادي الزمالك محتاج قد إيه هو أنت طبيعي محتاج مش أقل من 8-9 العيب 8-9 العيب بين المحترفين يعني تات محترفين مثلاً كمان على الموجود مين من المحترفين اللي موجودين للوقتي يبقوا ومين المحترفين يمشوا أنا شايف سيف بموجود وحمزة سيف الجزيري وحمزة المسلوسة بس حتى برقبنا ضي يمشي يعني برقبنا ضي بدأ يخش في التشكيلة ويد شوية بس أنت محتاج برضو أعلى شوية لو هجيب محتاج تجيبه جامد بقى جداً أعلى شوية طبعاً كويس يعني بدأ برضو أحسن بس هي ساعات بيبقى تقفيق مش مش محالف لعيب فترة فممكن برضو ياخد وقت الثاني ممكن بس أنت يعطي ما عندكش رفوية الوقت أن أنت تخلي لا أنت عايز مثلاً تاتة كمان أقوية جداً مع مصريين كمان فحوالة ساعة لعيب هو لازم معاك عشان يفروقوا يا راجل أن الراجل بلعب بطريقة دايماً أدوار مركبة أيوة فالأدوار مركبة دي عايزة وقت عايزة وقت وبرضو زيماك لعيب لكل وقت رفوية الوقت يعني كنت دي أنا بفترة بقولك لازم يبقى وقع شوية مش كل مرة هيحصل اللي انت شفته النهاردة النهاردة للمدة 60 دقيقة انت كويس بعد سن دقيقة المضوع الكير في النزل شوية ده بالإحصائيات كلها فهل كل ماتش كده طب انت ما تلعب كواليتي أعلى برضو زيك الأهلي مثلاً مثلاً هتلاعب بانتالك الأهلي في الدولة هتبقى بنفس الهو فكسافته مش غير يمكن النهاردة لعب بأربعة شوية في الآخر غير وده حاجة مش وحش لما هو شايف ان الأمور تبقى صعبة في الملعب وقاري هو كانت قال لي انهو عنين بس النهاردة شفته لأ فده حاجة كويس أصلاً أنا نفهم من العند ده لو انت معاك كواليتي لعبين انت بتقولي انا هعند واشتغل بيوم كده بس لو الكواليتي مش متوعق انت مش هتاك تعند خلاص صح؟ هو في ناس يقولك لا أنا هشتغل كده وهتعب على كده وهو ليه استراتيجية لوحدة وماشي بيها هو ماشي بيها بس هو نهاردة يعني النهاردة يعني لا فيه كير في طالح يعني هو بس بسات وقت الوقت كمان عنده وقت جاي كويس يعني عندك الماطش جاي لسه يوم 23 و 26 صح فعندك 18 يوم عندك الماطشين وديين برضو معهم في فترة دي كل ما انت بتقعد تدرب تدربوا تحافظ العيب المصري لازم حفز كتير طبعا يعني بكل شوية تك 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 طب تفتكر أسوريو المفروض أسوريو عقده ممتد للسنة الجاية الموسم القادم تفتكر هيبقى فيه صبر اما كلم عن الصبر تبقى داري وصبر جماهيري صبر عليه ونحن دايما نقول ايه المدرب الكريه تفدقى او الراجل اللي بيكاريت او بيبتكر بيما يحتاج وقت هو لازم وقت هيتسبر عليه تفتكر ما هو انت دي بقى ما تعرفش فعلم الغيب معاكيد فعلم الغيب ان هنا في مصر او يعني انت عايز ايه نازم ما يك دايما مطالب بطولات مطالب عطول فوز فانت عطول تحت ضغط هتستحمل ممكن مكسب مباراة يخليك قيمة مثلا يخليك تقعد ممكن والعكس فبس انت فوض انت جايب وليك هدف انت بتخطط في بلان انت عام بلان انت راجل ده سنة ونص عايز منه واحد اتنين ثلاثة فايكمل لازم يكمل ساعات الامور ما تمشيش سوء توفيق مثلا مثلا مش انه هو مش كويس مثلا فيها مثلا اللي عمله ما يخبر مش مطقي اه ممشي مدرب كبير وعظيم فالامور ما مشتش فاي دي كورة دي كورة ما تعرفش اللي جايينت عليك تاكتها هو الراجب بتاع شكل اه بتاع شكله واضح وعنده حاجة عايز يعملها عايز ينفذها بيفضل وراها الغد ما تحصل وله وبنسبة فده حق كويس مدرب مطش الاهلي في الدولة ممكن تبقى حاسمة في مصيره ولا مش هيبقى مش تفرق ممكن انا ممكن تبقى حاسمة في مصيره ممكن طب لو انت دي الكرار في لجنة فنية مثلا تحط مباراة الاهلي فيصل في مصير الراجل ولا ما تحطهاش في الاعتبار ما تحطهاش لا انا عمل او خاصة عليه هدف انا عمل لانا ده سنة ونص سيبي كويس وبعدين بعين ان في حاجة يعني بعين ان راجل عايز شو عايز وقت بس عايز وقت عايز وقت اه